مرحبا أنا فيروس من عائلة البرد والإنفنوانزا اسمي كورونا مرحبا هل سمعتم عني؟ ماذا تشعرون عندما يقولون اسمي؟ بالتأكيد لديك مشاعر كنتش سأشعر مثلك أنا أيضا ولكن سأشرح لكم عني نفسي لكي تفعل عندما آتي للزيارة أحضر معي صعوبة في التنفس سعال حمّة جديدة لما أعطان على يراق لكي تفعلون على العس armpiti لكنني لا أبقى مع الناس لفترة طويلة وغالباً يتحسن الجميع ويتعافى تماماً مثلما تخدش في ركبتك وتشفى بعد أيام لكنني لا أبقى مع الناس لفترة طويلة وغالباً يتحسن الجميع ويتعافى لذلك لا داعي للقلق لأن الكبار الذين يعتنون بك سيحرصون على عدم حدوث أي شيء سيئول ويمكنك المساعدة من خلال غسل اليدين بالماء والصابون أثناء غناءك لغنية جميلة أو استخدام معطم اليدين وضربهم إلى أن يتحسوا عليك ويمكنك المساعدة بإمكانك المساعدة بإمكانك المساعدة ترجمة نانسي قنقر وهذا ما يجب أن تحبك و أحبك و أحبك بي